اليوم ستسمعون العجب العجاب ثعبان ضخم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 1200 سنة تابعوا مشاهدين هذا المقطع للنهاية لتعرفوا حقيقة هذا الثعبان الضخم تمدت قريش في ظلم والطهاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها جمعت من كل قبيلة الرجال لقتله فعجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فبعد وفاة أبي طالب تجرأت قريش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يتجرأ به عليه أحد من قبل وضاق المشركون في مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للدين الجديد ورأوا بأم أعينهم انتشار الإسلام في مكة كلها فاجتمع كبار قريش في دار الندوة فاعترضهم إبليس في سورة شيخ كبير فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت أنكم اجتمعتم في شأن محمد فأردت أن أحضر معكم ولن يضركم رأيي ونصحي فقالوا أجل أدخل فدخل معهم فقال إبليس ماذا نفعل في أمر محمد والله ليشكن أن يغلبكم فقال قائل منهم احبسوه في وثاق حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء إنما هو شاعر مثلهم فصاح عدو الله إبليس الشيخ النجدي وقال ما هذا الرأي الضعيف والله ليخرجنه ربه من محبسه لأصحابه وليقاتلنكم من يتبعوه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم ويخرجوكم من بلادكم قالوا صدق الشيخ فانظروا في غير هذا فقال قائل آخر منهم أخرجوه من بلادنا فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع وإذا غاب عنكم أذى استرحتم ونشر أمره في قوم غيركم فقال الشيخ النجدي ما هذا الرأي الضعيف ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأغذي القلوب ما تسمع من حديثه والله لإن فعلتم ثم دع العرب إلى دينه لا يجتمعون عليه ثم لا يأتين إليكم حتى يخرجكم من دياركم ويقتل أشرفكم قالوا صدق والله الشيخ فانظروا رأيا آخر فقال أبو جهل عليه من الله ما يستحق والله لأشيرن عليكم برأي ما فكر فيه أحد أبدا ولا أرى غيره قالوا وما هو قال تأخذون من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما شابا قويا نعطيه سيفا صارما حدا ويضرب الجميع محمدا ضربة رجل واحد فتقتله ويتفرق دمه بين القبائل كلها ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلهم أغذى بثأره فيرضوا بالدية ونكون قد استرحنا منه وكففنا عنا أذاه فقال الشيخ النجدي هذا الرأي الصواب ولا أرى غيره وفي الليلة التي حددوها جمعت قريش شبابا من جميع القبائل وحصروا بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيوفهم في أيديهم يترقبون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ولا شك أن الله السميع البصير قد سمع تدبيرهم وخبثهم ومكرهم فأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في مكانه وقال له مطمئنا نم على فراشي وتغطى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يصل إليك شيء تكرهه منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين المشركين فلم يروه وأخذ حفنة من تراب فجعلها على رؤوسهم وهو يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فقال رجل منهم أنتم تنتظرون محمدا خارج الدار وهو لن يخرج فلندخل عليه ونقتله فدخلوا ووجدوا في فراشه علي بن أبي طالب ولم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا علي بن أبي طالب أين محمدا فقال لا أدري فاقتصوا أثره وباعت قريش وقالت من أتى بمحمد حيا أو ميتا فله مئة من الإبل فكان الجميع يبحث يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الليل وتوجه إلى غار الثور وهو جبل أعلى مكة ودخله وذلك لأن المشركين كانوا يلحقون بهم ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أبو بكر الصديق من ابنه عبد الله أن يسمع ما يقوله الناس فيهما في النهار ثم يأتي في مساء كل يوم ليحكي لهما ما سمعه وكانت أسماء رضي الله عنها تأتيهما بالطعام تقول أسماء ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش وفيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوكي يبنة أبي بكر فقالت لا أدري أين أبي قالت فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة طرح منها قرتي أي حلقي ثم انصرفوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار في الليل دخل أبو بكر أولا قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ليطمئن أن المكان لا يوجد فيه حية أو ثعبان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمي النبي فقال أبو بكر إن كانت فيه دابة قد تلدعني أحب إلي من أن تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبو بكر جحرا فسده برجله حتى لا يخرج منه شيئا يؤذي النبي ونام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أبي بكر فخرجت حية من الجحر فلدغت أبي بكر فلم يتحرك حتى لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه حتى اشتد على أبي بكر ألم اللدغة فبكى وسقط الدموعه من شدة الألم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في حجره فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما بك يا صاحبي قال حية لدغتني يا رسول الله فبسق النبي صلى الله عليه وسلم على مكان اللدغة فشفي أبي بكر رضي الله عنه وهنا مشاهدنا قصة الثعبان في الغار هذه غير صحيحة فقد قيل أن هذا الحديث ضعيف وأنكره أغلب أهل العلم لأن أبي بكر لم يلدغ في الغار وقالوا ليس لها مستند في كتب السنة ولا السيرة ولقد استخدمت قريش قصاص الأثر لمحاولة تتبع آثار الأقدام في كل الطرق الخارجة من مكة فاكتشف القصاصون الطريق الذي صار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ووصلوا إلى الجبل الصعب الذي به غار ثور وصعدوا الجبل ووصلوا إلى باب الغار ولم يبقى إلا أن ينظروا فقط إلى داخل الغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في داخل الغار في سكينة تم وكأنه يجلس في بيته والصديق رضي الله عنه في أشد لحظات قلقه والتربه فقال الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو أن بعضهم تأطأ بصره لرأنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يقين اسكت أبا بكر ما ظنك بثمين الله ثالثهما أما المشركون وهم على باب غار ثور قد نفث الله في روعهم أن لا ينظروا إلى داخل الغار مع أن هذه النظرة لن تأخذ أكثر من دقيقة واحدة وربما ثوان أقل وقد أخذوا ساعات طويلة ليصلوا لهذا المكان روى الإمام أحمد والطبراني والخطيب أن عنكبوتا قد نسج خيطا كثيفا حول باب الغار وهذه معجزة ظاهرة فقال الكفار لو دخلوا هاهنا لم يكن نسيج العنكبوت على بابه وهذا الحديث أيضا ضعيف ولكن وإن كان ضعيفا من كل طرقه إلا أن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا فترفعه إلى درجة الحديث الحسن أما قصة الحمامتين وقصة الشجرة التي نبتت على باب الغار فهي قصص ضعيفة جدا لا تصح وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته حتى وصل إلى المدينة سالما في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربع عشر من النبوة لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في الدعوة عزيزي المشاهد إذا كنت معنا حتى الآن فلا تنسى الصلاة على النبي في التعليقات ووضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد